السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى وسلم وزير وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اخواته حبابي الكرام مجادة لقناة معكم من قناة تربيت الارانب الطيور مع ابو نرمين ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة سبسكرايب فعل زر الجرس ادعم الفيديو بلايك حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا 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 ازاي تبدأ مشروع الارنب او ازاي ابدأ مشروع الارنب يا ابو نرمين والتكلفة اللي تكلفني عشان ابدأ مشروع الارنب يا ابو نرمين انا ما عنديش خلفية وما عنديش اي خبرة في مجال الارنب خالص يا ابو نرمين ابدأ ازاي واشتغل ازاي واشتري ارنب ايه واعمل ايه? مبدأيا كده يا حبيبة عشان تبدأ مشروع الارنب مع ابو نرمين او مع غير ابو نرمين انا بتكلم على الكلام اللي انا اقدر افيدك فيه. من وجهة نظراني او من نحت شغلا. مبدأيا كده عشان تبدأ مشروع الارنب معي هتبدأ ببطارية جماعة مستعملة. ابدأ ببطارية مستعملة. جرب نفسك البطارية المستعملة. واحد هدخل بقول لك يا ابو نرمين بطارية ايه اللي مستعملة ومش عارف ايه وكلها امراض وكلها حوارات. يا باشا ما فيش الكلام ده. ما فيش حاجة اسمها بطارية كلها امراض وكلها حوارات والكلام ده كله خالص. ما جبت البطارية وامتا حرقها بشوية للمرك دوت. وامتا رشاد شوية دي زنور شوية تيوت او بشب تدين. البطارية اتهارت غسلت والتهارت انتهى دورها خلاص. انتهى دورها خلاص. تمام دي مقطة. النقطة التانية يبقى انت كده بتوفر من تمن البطارية على الاقل الف جنيه. فارق بين الجدادة والقديمة توفر الف جنيه كامل. الجدادة النهاردة يا جماعة التمن يون الجداد زيني كده يا شباب عاملة الفين وتلتمية جنيه ارضه. في مكان. الفين وتلتمية جنيه. زيني كده يا جماعة تعملها الف وتلتمية جنيه الف متين وخمسين جنيه. بطارية زينية يا شباب. مستعملة تعمل لها الف وتلتمية جنيه او الف ومتين وخمسين جنيه الف وتلتمية جنيه. تمام يا شباب? يبقى انت كده وفرت الف جنيه. الالف جنيه حضرتك تقدر تحط عليه كمان متين جنيه يبقى بقى الف ومتين جنيه تشتري تلات امهات. ام زيدي. وام زيدي. وام زيدي. تشتري تلات امهات بقى الف ومتين جنيه. ماشي. يبقى انت كده وفرت من ثمن البطارية الجديدة متين جنيه. حطت الف جنيه حطت عليهم متين جنيه واشتريت تلات امهات بقى ثمن بطارية تقدر ان انت تشتري تلات امهات وبطارية مستعملة. ونفس الحاجات اللي موجودة في البطارية المستعملة هي نفس الحاجات اللي موجودة في البطارية الجديد. يعني ايه? يعني البطارية المستعملة موجود معها دي ولادة اتنين تلاتة وعين للدكر والبطارية جنة موجود معها تلات ولادات وعين للدكر. تمام? تمام. يبقى انت كده هتجيب تلات امهات. ب الف ومتين جنيه. ودكر مسلا ونفترض مسلا دكر في العون الرابعة دي. ماشي رغماني يا فاقه ما شاء الله حلويات هايات يا شباب. ربنا بارك. حلويات هايات ما شاء الله. ماشي. هنفترض انك هتجيب مسلا دكر هنا كده. وتلات امهات. الدكر بربعمل جنيه وتلات امهات. ب الف ومتين جنيه. يبقى كده دخلت ب الف وستمائة جنيه. الف وستمائة قول الف وتلاتمية. بل اخلت لك في الفين وتسعمائة جنيه. الفين وتسعمائة جنيه بقى عندك مشروع ارانب مكون من دكر وتلات امهات. تمام? وبطارية مستعمال. تقدر توفر لنا الكلام ده يا ابو نرمين ايو اقدر افار لك الكلام ده. ام ربعمل جنيه. بطارية مستعمالة الف ومتين طول الف وخمسة الف وتلاتمية جنيه. بكترها قوي الف متا الف وتلاتمية جنيه. تمام? اه تمام. طب متوفر يا ابو نرم ايو متوفر. وفيه بطارات مستعمالة كمان اقل من كده في السعر لو عايزين. يعني فيه بطارات مستعمالة اقل في السعر كمان لو عايزين. بس انا بنتكلم على البطارية اللي هي صحتها لسه بحالتها. لسه حلوة. لسه مزبوطة. تمام يا شباب? تمام. ما انت كده ب الف وستمية جنيه دكر. و تلات امهات. و الفين الف وتلتمية جنيه بطارية بكده دخلت في الفين وتسسة ومية جنيه. او من الفين وتمنمية الفين وتسسة ومية جنيه بقى عندك مشروع اراني. تمام. شكارة علف. ماشي. وتشتغل. شكارة علف وتشتغل. وربنا يكرمك. وربنا يكرمك وتنتج. اقول لام يا جماعة لو لتلاها ستة سبعة تمانية. ان شاء الله هيت. خلفات يا شباب ربنا يبارك. ماشي. ام هيت. ان شاء الله ربنا يبارك. ان شاء الله. يا شباب خلفات ربنا يبارك. الام دي يا جماعة بفضل الله. خلاص بتنتف شعر اتولد. نفى شعر يا جماعة هيتها توقش ان تولد. الام دي يا شبابات ما شاء الله لهاي بلاص سياد. ماشي. وادي. خلفتها ما شاء الله ربنا يبارك. اهي. فتحينوا الخلفات وحاجة زي الفل يا شباب. شاء الله ربنا بارك. اهو. بتنطو بتلعب. يبقى انت كده بدأت ب الفين وتسسعومات جنيه. مشروع ارانب. الفين وتسعومات جنيه. لو انت بتشتري بطارية جديدة هجاب هجاب الفين وتلتومات جنيه. وقفت. ضيعت البارستين اللي معاك او القرش اللي معاك في بطارية جديدة. وقفت. لأ انا عدك تبدأ وتشتغل. والبطارية الجديدة يا جماعة هتعيش معاك والله بدل السنة عشر سنين. المستعملة ده. هتعيش بدل السنة عشر سنين. تقول لي زي يا ابو نرمين هقولك ازاي. طول ما الارنب في البطارية البطارية هنضيفة. ومش هتصد ومش هتبوز منك. ان الارنب بتشل من البطارية وتريكنيت البطارية هتبوز. ازي الكلام ده. هقول لك الارنب ده. والبطارية ده عاملة زي الانسان والبيت. انقفلت البيت بتاعك وسبت وسفيرت برة سنة واتنين. هترجع تلاقي البيتك فيك الشر من جوه. طراب وعنكبوت وعفش وقرف وازبالة في قلب البيت بتاعك. اما طول ما انت في البيت بتنظفه. بتكنسه وترشه مية وبتسيق وبتعمل وبتنظف وبتحافظ وبتهف العنكبوت والدنيا تمام. ولو في ناملة سرسلت بتقضى عليه. يبقى كذلك البيت بتاعك زي البطارية دي. طول ما الارنب فيها بنظفها. طول ما الارنب فيها بنظفها 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 في القلب البطارية بنظفها. يتشل من قلب البطارية تعفن. طبوس. نخش بقى الموضوعنا تاني عشان خاطر الناس اللي عايزة تشتغل وتقول المقدرة وعايزة ان يا ربه تربيه ارضي. بدل ما تربى ارضي علشان ما فيش معك تكلفة انك تشتري بطارية جديدة وغالية في بطاريات مستعمل. وهتشتغل وربنا هيكرمك وهتنجح وهتنتج انتاج زي دي. وهتنتج انتاج زي دي. وهتنتج انتاج زي دي. ويبقى عندك فطار. ويبقى عندك خير. لحم زي دي. حاجات مشاء الله. انهاية بس الناس. تصلى على الحقيقي كده وقلبك طيب. تصلى على سيدك النابي كده وتفرج على الحلويات يا جماعة. تفرج كده على الحقيقي ما شاء الله. تفرجوا. تفرجوا يا شباب. ربنا بارك. بس تعالي. 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 شفين يا جماعة. شفين. شفين الخير. تعالي. خير. بنا بارك. او. حلويات وبسكويت ما شاء الله. ارنب. تعرف تربوس لالة. ارنب. تعرف ان انت. تعتمد عليه في الشغل. شفين يا جماعة. شكل الارنب خلق ده يا عم زي. خلقه. شفين رجل الارنب قدام عم زي يا شباب. ارنب صغير شف كاف رجل وقديه. قدامانيه. شفين الخلفية عملا زي. كاف رجل قديه يا جماعة. الخلفية عملا زي. شفين يا جماعة. وارنب صغير. كاف عريض. ضهر. ان شاء الله ربنا بارك شفين. ضهر ارنب وحركته. لان ارنب وقفوت عملة زي. وده ارنب صغير. يا مختك يا وخيتي اللي تخده يا مختك. يلي كون درت من نصيبك. ان شاء الله ربنا بارك. فين يا جماعة الحلويات عملا زي يا جماعة. ان شاء الله. حلويات. حاجة. او. ربنا بارك او. ان شاء الله. يا جماعة. خير وحلوة مشو بعد كده. فابدأ. اشتغل وابدأ مشارك ارنب واحنا في ضهرك واحنا معاك. وان شاء الله ربنا يكرمك وهتنجح. الحمد لله يا جماعة انا فتحت المحل الجديد. وان شاء الله بجائز في المحل. ماشى عندنا في البلد. وبإذن الله انتظرونا ان شاء الله نعمل لكم بس مباشر من قلبه. وطبعا ومحل يا جماعة وانبر كده صغير جميع منه. وان شاء الله يا جماعة الشعور ده كله. في اذن الله. هنبدأ نبيعه. او نودي المحل هناك. تمام يا شباب واحنا تحت امر الجميع. وطبعا اه دعواتكم لينا وربنا كده يكرمنا وكرمكم يا رب واللي عايز اي حاجة من شاء الله برضو متوفر. تمام? هنا برضو يا جماعة هوت. حتة ريكس يا جماعة ما شاء الله. شابة بكرية. حتة برضو يا جماعة هاي بولا السياد. برضو يا جماعة شابة وبكرية. ربنا يبارك ما شاء الله. حتة برضو يا جماعة ما شاء الله. حتة سلفر. ان شاء الله يا شباب. برضو شابة. حتة فلندر. ان شاء الله يا جماعة. حيات. حاجات محترمة جدا. واحنا تحت امر الجميع احنا تحت امر الجميع اهم حاجة انت تشتغل وربنا يا كريمك وتنجح كل هدفنا يا جماعة ان انت تنجح وربنا ياخد بيدك ويبقى عندك مشروع اراني بناجح وربنا يا كريمك وتكسب انا عايزك تكسب والله يا جماعة والله يا جماعة انا عايزكم تكسبوا عايزكم تنجحوا تكسبوا ده ده هدفنا في الحياة ده هدفنا انت تكسب انا باكسب مش باقول لك لا انا باكسب باكسب والحمد لله ومسطورة وعايشين الحمد لله بنكسب من الحلال الحمد لله فعايشين اللي باكسب وربنا رب يرضينا ان عالك برضو تكسب ربنا يرضيك طيب يا شباب طيب انكت حلقة النهاردة ابدأ مشروع الارنب مع ابو نرمين باقل الاسعار ببطارية ودكر وثلاث نتيان وان شاء الله ربنا يا كريمك واتطلع خير وتنجح ان شاء الله طبعا دي جماعة حلقة النهاردة شكركم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته